رحبت حديقة حيوان براغ في التشيك بصغير فيل هندي جديد ولد بعد إغلاق حديقة الحيوانات بسبب تفشي فيروس كورونا وتأمل حديقة الحيوان في إعادة فتح بعض المرافق ببطء بدءا من أواخر شهر مايو المقبل ثم فتحها بالكامل للزوار في أوائل شهر يونيو وسيكون لدى الضيوف الكثير لاستكشافه في حديقة الحيوانات بما في ذلك 130 حيوان رضيعا ولدوا أثناء الإغلاق